اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتعمل موضوعات وتدور على اي حاجة عشان تشوه محمود عبدالرازي الشيكة بال يعني ايه يعني ما طلع صلاح باشا يتكلم عن شيكة وان شيكة تواصل معاه وقال له مش عارف ايه وبعدين طلعوا بوست مضروب ان شيكة بقول له عشمان فيك ومش عارف ايه انك تحتفل زيه وبعض الناس صدقت الحكاية لازم نسأل نفسنا هو ليه جمهور النادي الاهلي مش بيحب شيكة بالا هيقول لك اصله رفع الحزاء اصله كان بيتخاني معاهم ومرة تانية وتالتة وربح شيكة بالا ما عمل الحاجات دي لها امور مسجلة يعني مشاهم فيها حصل بعد ما الجمهور شتمه واهانه وشتايم لدعي ان احنا نتكلم فيها واخيرها اللي انتوا عارفينه بقى اللي حصل في السوبر من سنتين ولا من اه من سنتين ونص ايه الحكاية يعني بقى مش حلو وما بحبش اتكلم في الامور اللي من نوع ده لانه عيب عيب انه يتقال عيب ان الناس نفكر فيه اساسا فببالك ان احنا نتكلم عنه ونشرح فجمهور النادي الاهلي ما بيحبش شيك كبير او يكره شيك كبير انا ما عنديش مانع ان انت ما تبقاش ميال المنافس ولعب المنافس ده امر منطقي لكن انك انت تهاجموا الهجوم ده برضو ده غير مقبول وبعدين لازباب يعني بقوا جمهور النادي الاهلي حس انه مبالغ شوية في تنوع الشتائم والطريقة وحكاية المقابر والمش عارف يوه الكلام الاهبل اللي اتقال ده بدأوا يعملوا تقليل من شيك كبير مش عارف مين جاب جنين زي شيك كبير مش عارف ايه وكأن شيك كبير عمل لهم عمل زي ما نقول على ظهر جمل فبحدش فهم هو شيك كبير الحقيقة انه بيزعل جمهور النادي الاهلي هقال نضحك على بعض بيزعلهم بيزعلهم بطريقته بيزعلهم بكلامه بيزعلهم بافعاله بيزعلهم باهدافه الحلوة عددها ادايل عددها جدير دي قصة التانية لكن من اللحظة الاولى هناك عداوة واضحة جدا بين جمهور الاهلي وبين شيك كبير الحقيقة ان شيك كبير تورط فيها واعت فترة واقع فيها لكن مع وجود رزق ربنا لشيكبالا بادم فربنا يحفظه تحول يا شيكبالا صحيح في مشهد حصل السنة اللي فاتت لكن كان مشهد مش خاص بشيكبالا مش غضب شيكبالا لشيكبالا لكنه كان غضب انا بالنسبة لي وقلت الكلام ده ما كانش حلو وشيكا زعل مني على فكرة زعل وش عايز يعني ما متحورناش بس انا عارف انه زعل وجالي كلام انه زعلان ومتاع لكن انا مش غير رأي في ان اللي عمله شيكبالا يوم المبارات التكليل كان غلط ما كانش دوره ولكن المراضي المكان هو مختلف ومنفعل ما كانش منفعل لشيكبالا منفعل لزملائه وهنا ده تغير كبير جدا يعني 99% من انفعلات شيكبالا السابقة السابقة كانت انفعلات شيكبالا لزملائش كبالا خلاص لزملائه وبعدين الطريقة بتاعت الكاس والتحرك يقعد يقلسه عليه وش عارفه بتاع واصل ما بيلاقيش فهيوم هو اعمل حاجة جبارة جدا تعال يا ايمن خد الكاس تعال يا شافي الموضوع يعني ما كانش احتفال وبعدين جه الشائعة بتاعت الملاكمة وقدروا بعض بالبوكس هو واخونا زيزو فتحول الاحتفال في بعد الاهداف الى حقصة الملاكمة يعنوه الحاجة دا لقطة جميلة واشارة ان مفيش حاجة واحتفال حلم وانو اللاعيبة وهنا بقى الموضوع اول ما الصورة ظهرت وهنا ونلاقيبة بتعمل كده اللي في متخب الشباب متظفة زي وانا عملت كده يعني صلاح باشا الاهداوي اما هو اللعب في ن Ryan لعب شباب في النادي الاهلي قصة مرة في يوم الايام كده بحكي يعني كيف التقيت ورأيت صلاح باشا واخو في النادي الاهلي في سنة 2000 مثلا و13 14 لا 2015 تاقي حاجة في حدود دي كده لابني اتكلم فيها في يوم من الايام يعني هو يعرفنيش يعني هو كان لسه شاب داخل النادي الاهلي يعني قصة كده لابني في يوم مما نحكيها يعني فازاي صلاح باشا اللعب ناشئين ويلعب مع ماجد هاني زبالكوي الحركة دي ويطلع بقى الكلام اللي انتوا سمعتوه لغاية ما عرفنا ان السبب في التواصل اللي حصل والدعم وفيديو الدعم اللي بعته شيكا بايدا كان عمر جابر ايه داخل عمر جابر في الموضوع عمر جابر يا اخي العزيز هو اسمه كده عمر محمود جابر طب ماشي مين بقى محمود جابر ده المدير الفني المنتخب الشباب يعني والد كابتن عمر جابر هو كابتن محمود جابر وعلاقة طبعا عمر جابر وشيكابالة معروفة يعني فحصل هذا التواصل واللي عمل وبعت الفيديو والتواصل ده كان عمر جابر عن طريق محمود جابر اللي بعته للشباب وفرحوا بيه وساعدوا وعملوا لما جابوا الهدف احتفال شيكابالة طريقة شيكابالة في الاحتفالات اصبح له طريقة يكرر وينفز المشكلة في كده انه تكرار الاحتفال هو اشارة لجمهور النادي الاهلي الغاضب بشكل دائم منشي كبلا هذا الشخص مؤثر في اجيال قادمة وقد تتحول احتفالاته الى احتفالات سابتة جيل ورد تاني ورد تالت زي ما الهدف اللي هو بت ضربة الجزائل اللي بتعاملهم مش عارف ايه والفاول التعريضة اللي بتعاملهم من نورا الرجل زي ما عمر السلية وسيفي جزيرة عملوا بقت فيه تتعامل بعد شوالك احتفال شيكابالة ده هيعمل مشكلة احتفال شيكابالة طريقة شيكابالة للإحتفالات عاملة مشكلة وازمة وما اعرفش ليه انا نفسي مش فاهم ليه ايه الاسباب فعلا اسأل نفسي واسألكم لماذا لا يحب سؤال وجودي لماذا لا يحب جمهور النادي الاهلي صغاره وكباره محمود عبدالرزي شيكابالة مع ان لو انت بتعاملته مع شيكابالة ابيض القلب يعني نسمة هوا بس خضوب عادي يعني بتحصل ما فيش حد كامل اللي ربناس محمد وتعالى لكن احنا كلنا بشر يعني ده اللي نفهمه يعني لكن فيه كراهية شديدة وللأسف انا حزين بقول كراهية لكن طريقة شيكابالة بقى والاحتفالات الاخيرة دي بقى اللاعب ما بيعملش حاجة وكريمش وكمان طرقه في الاحتفال بتتكرر هناك عقدة عقدة محمود عبدالرزي شيكابالة مش عقدة عنده عقدة منه طبعا انتوا اكيد سمعتوا عن انه الزمالك كان من ضمن الافكار اللي عنده في اللعيبة يعني الموسمي الجديد احمد عبدالحكم لاعب او احمد الشهير با احمد حكم لاعب سموحة وكان لعب منتخب السويسي قبل ما ييجي يعني يقبع في الدرجة التانية ويعني يجي سموحة والحقيقة ان سموحة تحس ان الكشفين بطاعها يعني ليهم عين كويسة بيشتغلوا كويس وما بيستثمروا يعني جزء من الموضوع ده استثمار انه يجي يجيب لعب من الدرجة التانية فيه الامل يعني يجبر ويتقلق مع السموحة ويبعوه بقيمة مالية كبيرة كان بعد مباراة النادي الاهلي واداءه الرائع فيها اللي فاز فيها النادي الاهلي اللي فاز فيها النادي اسموحة الثلاثة واحتفاله بالقصو السهم مع حمد علاء ومعرفة الناس انه هو يميل النادي الزمالك جعل ان ادارة الزمالك كان عشان تراضي جمهورها تشوفه واتبعه الحقيقة انه اسموحة من بعد هذه المباراة اساسا واقحة يعني ما بقاش اداء وبحقائص بينزل مستوي بيقل كموك يبقى في منطقة تانية خالص بعد المباراة دي حصل مجموعة هزائم وتعدلات في شوز وكان هناك لعنة الاهلي على سموحة وهنا برضو لعنة الاهلي على سموحة جات في احمد عب حكم في انه مستوى برضو ما كانش زي مكان قبل المباراة دي وفي المباراة وبعدها الامور قلت شوية الزمالك كان بدأ يشتغل عليه ويشوفه ويتابعه وفريرا حطه في افكاره يعني لكن المعلومات اللي جات لنا ان الزمالك تراجع عن التعاقد الموسم ده على اقل ما احمد حكم مدافع فريق سموحة خلال التقاط الصيفية لتدعيم يعني الخط الدفاع وانه الفضل الفضل كان فيه متابعة من الجهاز عشان يطمئنوا لقرارهم لكن هم لقوا ان المجموعة اللي متواجدة دلوقتي هتكون مفيدة اكتر وهو ممكن يتطور اكتر مع سموحة وانه ممكن الموسم اللي جاي يبقى فيه موضوع تاني لكن انا عاوز اقول لكم ان دي لعنة دايما كده زمان المكان الزمالك في فترته السيئة في العشرية السوداء وكان فيه فرق معينة كده تهزمه فتلاقي ان الفرق دي بعد ما تهزم الزمالك مستوها يقع كده وينهار اه فعلا وكمان ممكن تهزي درجة تانية رغم انها ممكن كل اللي عملته انه فازت على الزمالك او تعادلت معاه فبالزبط كده بيحصلوا نوعا ان كان زي كلك ولك لعنة من نوعا شان انتو عملتوا معانا كده يعني فاحمد حكم وفو السموحة ونتائج السيئة وعدم اداء بشكل جيد خالي الفترة اللي فاتت بعد عبرات النادي الاهلي قد لان الزمالك تراجع في انه هو يضم احمد حكم طيب انا عاوز اقول حاجة برضو سريعة كده ان كنتم تسمحون لي بهذا اولا هزي الامور او الموضوع الوحيد يعني اللي هتكلم في دلوقتي خاص بانه اشعر الان ان هناك خطر انا اشعر الان ان هناك خطر على بطولة الدوري للزمالك في بعض الاجواء الاجواء المحيطة الان تقلقني الاجواء دي اخشى ان تؤثر على فريق الزمالك لكرت القدم ونتأثر جميعا بعد ذلك وانه يلازم الاجواء المحيطة بنادي الزمالك من اغضب ومن انفعلات لا تكون لها اثر على فريق كرت القدم في نادي الزمالك وانه مباراة فرقه بل مباراة الاسماعيلي مهمة جدا بل ان مباراة الاسماعيلي قد تكون اشارة لان انا بقوله لازم نبع عندنا اهتمام اكبر صحيح نادي الزمالك هو الاقربة الى الفوز بالدوش وانا بقول ان زكا يتوق بالدوري يوم 23 اغسطس صادق الاتحاد السكندر لكني اخشى الان الاجواء المحيطة بنادي الزمالك ان تؤثر على اللعيفة ما بين ان يكون هناك غرور وما بين ان المشاكل المتتالية والمتولية في داخل وسط الرياضي تؤثر على لعيفة نادي الزمالك المتمنى ان فريرا يقدر يتعامل مع الموقفين دول او المواقف دي وان اللعيبة تتعامل مع الموضوع صح لان هناك الان خطورة على بطولة الدوري بالنسبة لنادي الزمالك واتمنى ان يكون حدسي خطأ وظني خطأ كما اتمنى وكما ارغب لكن ما يحدث يجب ان يهدأ وانتم تعلمون يقينا ما اقصده وان الامور لازم تكون اكثر هدوءا على الاقل لحين مرور الفوز بالدوري وفكرة بقى احنا اه الزمالك نقعد نقول ان هو اللعب في لوسل اه انه قاله بطل الدور والزمالك الاقل وانه اخوتنا اللي تكلموا وقالوا لا دا الاتحاد القطري يا الرغاب وبشدة في النادي الاهلي هذا امر غير صحيح وثابت بالتوقيع العقد والاتفاق اللي موجود بين لوسل او التحاد القطري والاتحاد المصري انه بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري اللي هوني اعرفوش غد الوقتي اه الاقرب له بنسبة تسعين في المية هو النادي الزمالك لكن كل الاجواء دي يا جماعة بدأت تقلقني عشان كده اطلق الآن اشارة تحذير للعيبة نادي الزمالك ولجهاز نادي الزمالك فلتحذره وتستعده لانه ممكن يكون هناك يعني تأهب لازم تتعامله معاه بشكل جيد مباراة فارقه ومباراة مصيرية وبعديها مباراة الاتحاد ليه بقول فارقه مصيرية لان الفوز على فارقه اللي انا بتمنىه وبقول انه ممكن بأكتر من 2-0 كمان هيفرق ينهي ينهي مش هزار سينهي المنافسة رغم ان لسه على الورق لسه على الورق في ايه؟ اه لكن ازاك هابل الاتحاد والمصر واستن المباراة دي ازاك يستطيع ان ياخد 3 نقاط منها فالمباراة بتاعت فارقه هي المباراة الفاصلة لهذا الموسي ننهي الامر بعد ماتش بيرامدز فارقه تفوز على فارقه يبقى انت كده في منطقة الامان ويسلك 3 نقاط من 3 ورطها هيستطيع نادي ازاك الحصول عليه وهو كتبقى على طول في موراة اللي بعدها للتحاد السكندار لكن لازم يبقى هناك تحذير وحذر فانا احذر ويجب على لعبة ازاك ان تكون في حالة حذر شوفكم على خير في اللي جاي ان شاء الله